في مصطلح في العلاج النفسي احنا نستخدمه اسمه الانصهار فيوجين ايش مات الانصهار وجدوا ان الاشخاص الذين يتفاعلون مع الافكار السلبية التي ترد في اذهانهم وعلى فكرة الافكار السلبية ممكن تكون مخيفة ممكن تكون بشعة ممكن تكون خطيرة ممكن تكون جنسية ممكن تكون عقدية هذه الافكار السلبية التي تدور في ذلك تختلف من شخص الى اخر هذه الافكار تكون قوية فقط اذا انت اعطيتها وجه زي ما ذكرت لك الانصهار المقصود فيه وهو اني انا اخذ الفكرة هذه واتعامل معها وكأنها قد وقعت على ارض الواقع طيب يعني جاتني فكرة اني انا انسان مثال وهذه طبعا من الاشياء اللي انا اشوفها دائما وتتكرر عندي في العيادة مثال جاتني فكرة كذا اني انا انسان خرجت عن الملة انا انسان مو مسلم ابدأ اني انا اخاف وابدأ اني انا اروح اتشهد مرة ثانية وابدأ اني انا اروح انسان واتكلم معاه وقول اخي كيف ادخل في الاسلام من جديد مثل هذه الافكار تعطيها قيمة اذا انت صدقتها مو بس كذا انت اخذت الفكرة هذه اللي هي مجرد فكرة اخذتها وبثيت فيها الحياة وبدأت تتفاعل معها وصهرتها مع الواقع يسمونها انصهار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة